هل تعلم أن النبي حسقيال أول ما اللفظ كلمة جوجو مأجوك في كتاب من 2600 سنة مكتوب بالنص كده ها أنا زا عليك يا جوج هكذا قال السيد الرب ها أنا زا عليك يا جوج رئيس روش مشاكوة بتوبال روش مشاكوة توبال دول أولاد آدم وأردك وأقودك وأسحدك من أقاس الشمال روسيا أقاس الشمال دول روسيا وقات بك على جبال إسرائيل بص جوجو مأجوك دول روسيا والصين هيجوا على نهر الفراط هيقفوا عند جبال إسرائيل في الحرب اللي بتدور دلوقتي علشان خاطر في محاولة نزع مملكة إسرائيل من منطقة هيجي الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبية عشان يحربوهم فهتحصل حرب نهاية التاريخ الكبرى المكتوبة في الديانات التلاتة بص الكلام كله مفسر بعضه مكتوب بالنص إن في هذا الموضع بيقول إيه الله هو اللي بيتكلم بيقول إيه وأنت يا ابن آدم هكذا قال السيد الرب كل طائر كل جناح وكل وحوش البر اجتمعوا وتعالوا واحتشدوا من كل ناحية إلى زبيحتي التي أنا زابح زبيحة عظيمة على جبال إسرائيل لتأكلوا لحما وتشربوا دما تأكلون لحم الجبابرة وتشربون دم رؤساء الأرض كباش وحملان واعتدى وسيران كلها من مسمنات باشان الكلام ده مكتوب إن كل الأمم الأربعة هتجتمع عند الموضع اللي اسمه مرج ابن عامر عند مدينة جنين وهتيجي روسيا والصين اللي هم مجوج ومجوج في محاولة للدخول في الحرب هيجوا منين هيجوا من بوابة إيران بوابة إيران لأن بوابة إيران هي اللي هتفتح لهم عشان يعدوا ونهار الفراط هينشف أمامهم في الوقت ده طلتين الناس على الأرض هيتم إمحقهم والطلت هيبقى فيها حسب النبوة اللي مكتوبة في كتاب النبي زكريا من 2600 سنة أيضا مكتوب بالنص سلسين يقطعان والسلس يبقى فيها الكلام ده مكتوب في آخر سبع سنين في الأرض الكلام ده بيحصل في الأيام اللي احنا عايشين فيها وانت لو تبعت الأخبار وقارنت الأخبار بالنبوات الأديمة وعملت بحث هتلاقي ان احنا في آخر حجبة من حجبات الزمان انا بقالي سبع سنين ببحث في هذا الموضوع وقاب لك كل الخلاصة الخلاصة ان احنا دخلين على الحلقة الأخيرة في مسلسل الزمان والمسلسل الحلقة الأخيرة فيه بتبقى مليانة مغامرة فاحنا هنشوف كل المغامرات اللي مكتوبة في النبوات الأديمة وكل أحداث يوم القيامة احنا اللي هنشوفها احنا الجيل اللي هيشوفها الجيل اللي هيشوفها وهتحصل أحداث كتيرة من قطرها يعني من قطرها الواحد مش عارف يعبر عنها لأن الشمس هتطفي والأمر هيتحول لدم وكل البحور هتعج ونهر النيل هيجف ونهر الفراط هيجف وهتقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة والناس هتقف بالطوابير بالطوابير على المطارات كل واحد عايز يرجع لأرض ميلاده كل واحد عايز يرجع لأرض ميلاده ساعتها الناس هترمي دهابها في الشوارع وهترمي فلوسها في الشوارع وهيكون دهابها وفلوسها الخزي والشوم هيبقى لونه أحمر وهيبصوا لبعضه وعينهم هتكون لهيب لأنهم كلهم هيتصدموا الصدمة الكبيرة لأن السماوات من فوقها تتشق وهينظروا ابن الإنسان يسوع المسيح نازل على السحابة عند جبل الزيتون عيونه من نار ولهيب هيلم كل المؤمنين بيه من كل الأرض ويعطيهم الملك على كل الأرض ويطرح كل الناس اللي رفضوه في بحيرة الظلمات بحيرة العدم الوقت الوقت تقريب على جميع الناس السمعين هذا المقطع الاستعداد للقاء الله الحي بدخول فول كنوح التاني لأن الطفان جاي وهياخد الجميع استعدوا للقاء إليكم كنوح التاني